بهدف تمكين المواهب الفنية ودعمها وتطوير وتصدير الفن السعودي للعالم الخارجي انطلق برنامج إقامة مساحة في دورته الأولى وهو أحد مبادرات إقامة مسك الفنية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية حيث تم احتضان تسعة فنانين لمدة ثلاثة أشهر لتطوير أعمالهم الفنية بمختلف أنواعها في مرحلة البحث في الستيديو لما تعيشتنا تكلمت فيها عن كيف الواحد يتعايش مع فقدان واحدة من حواسه وكيف ممكن حتى يتعايش مع كامل حواسك في حالة من حالات بعض الناس عندهم اللي هي اللي اسمه الحس الإدراكي إنهم يشوفوا الأصوات ألوان أو يشوفوا الأصوات أشكال أو يشوفوا الأصوات أسماء أياً كان فأنا لاحظت أن الصوت دايماً أشوف اللون أزرق لا لون والألوان هذه لما يكون الصوت عالي يغمق اللون الأزرق ولما يكون واطي يبدأ يصير فاتح فاتح لينما يصير بدرجة البيض تختلف الأعمال الفنية باختلاف الموهبة فمنها ما يجسد الحالة الداخلية للإنسان وما يجسد الطبيعة مع مزجها بالتراث السعودي لتخرج بحلة خضراء كالرياض الخضراء إضافة إلى مشاركات أجنبية في هذا المعرض يعني صعب لوحد يتكلم عن الحديقة والفن الإسلامي من غير ما يتكلم عن السجادة السجادة هي المرجع الأول للشخص اللي يريد أن يرى كيف ثقافتنا أن الطبيعة لها دور كبير يعني من الأشكال والورود والنباتات اللي دايما في تكرار وجودها في السجاد فأنا حبيت أني أنا يعني الأعمال هنا حبيت أني أكسر الحواجز بين الأشياء المكعبة والطبيعة يعني وأعمل لك شيء يعني يمزج الاثنين يمكننا أن نتعرف على أنفسنا من خلال العالم الافتراضي ومن خلال الاجتماعات الرقمية والعالم الرقمي ومن خلال المساحة الرقمية وخصوصا لأنها أصبحت جدا مهمة بعد جائحة كورونا حيث أن الأنشطة أصبحت تعتمد على العالم الافتراضي تتنوع الزوايا وتتشكل الفنون وتتجسد الصور الذهنية في لوحات فنية وهذا ما يسعى له معهد مسك للفنون لدعم الفن في المملكة محمد الأتابي الإخبارية الرياض